موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية عقد على هامشي فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 ندوة اقتصادية بحضور نخبة كبيرة من المختصين والمفكرين في مجال الصيرفة الإسلامية حول العالم وتضمنت ندوة بحث النمو السريع لصناعة الصيرفة الإسلامية عالميا التحديات الحالية التي يواجهها النمو المستقبلي لهذه الصناعة كما تضمنت جلسات نقاشية حول قطاع الصيرفة الإسلامية والدور الريادي للمملكة البحرين في تنمية الصيرفة الإسلامية الأمر الذي يعكس استمرار استضافة البحرين لهذا المؤتمر العالمي على مدى 22 عاما كشفت مصادر مطلعة في سوق المال السعودي عن سعي هيئة سوق المال السعودي قريبا لطرح مجموعة إجراءات للحد عن مخاطر أي قد تلحق بالسوق المالية وتأتي هذه الخطوة كأداة انذار مبكر للتأكد من سلامة واستقرار سوق المالية وقيادتها وتحصينها من أي هزة سواء كانت مرتبطة بالسوق المال العالمية أو أسعار النفط أو السوق المحلية وتستهدف هذه الإجراءات لتعزيز التمييز المؤسسي ورفع مستوى الحوكمة الداخلية أفاد مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 16% في نوفمبر الماضي مسجدا أدنى مستوى له منذ عامي 90 وأتشير البيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى أن العدد الإجمالي للعاطنين عن عمل في البلاد تراجع الشهر الماضي أكثر من المتوقع منخفضا 13 ألفان انخفضت أسعار النفط بفعل زيادة غير متوقعة لمخزونات الخام الأمريكية بالإضافة إلى تكهنات واسعة النطاق بأن تبقي منطقة أوبك على زيادة الإنتاج وأجرى تداول العقود الأجلة للخام الأمريكي عند 41 دولارا للبرميل مرتفعا 0.89% عن سعر التسوية في الجلسة السابقة وصعدت العقود الأجلة لمزيج برنت إلى 44 دولارا للبرميل وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بواقع مليون وستمائة ألف برميل إلى 54 مليون برميل احتفظ الذهب المكاسب التي حققها على مدى يومين عقب انخفاض الدولار أثر صدور بيانات ضعيفة في عنقطاع الصناعة التحويلية الأمريكية ولا تزاد هناك توقعات بهبوط أسعار المعدن الأصفر بسبب الرفع الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية حيث تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة والتي من المقرر هو الإعلان عن هذا الأسبوع وإذا جاء تقرير الوظائف قويا فإنه سيعزز احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر بما سيحد من الإقبال على الذهب المقوم بالدولار وتراجع الذهب في المعاملات الفوغية إلى ألف وثمانية وستين دولارا للأوقية بعد أن ارتفع نحو واحد ثنمئة خلال الجلستين الماضيتين هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية وعودة إلى نشرة الأخبار مع الزملاء شكرا لك يا عيشة شكرا لك يا عيشة